بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي اليوم معنا وحد الأصفاء البيت التي تنوت فيه الصداع بدون سبب على قل من هي حاجة تنوت الصداع والمشاكل اليوم معنا إن شاء الله بحول الله وقوتي البيت المسحور أو البيت المرشوش أو البيت اللي فيه طاقة سلبية من طاقة العين والحسد والتوابع اليوم معنا وحد الأصفاء اللي غادي نحطوها إن شاء الله وصفات عدنا بزرط الوصفات اللي غادي نحط لكم على حسب الوقت إن شاء الله غادي نعطيكم وصفات للعين للحسد للسحر للطاقة السلبية في البيت ولكن خلوا ورقة وقلم وانتما غادي تستهدوا من هذا الفيديو لأنه حطيتوا على بزرط تعليقات لحطوا لي على حسب البيت المسحور أو البيت اللي تنوت في الصداع أو البيت اللي تكون دائما في طاقة سلبية إذن اليوم معنا بزرط العشوب اللي غادي نحطوا فيهم طاقة إيجابية طاقة لطرد النحس وطرد التوابع وطرد السحر ولكن غير أنكم تشوفوا العشوب كلهم رخاص كلهم أقل من ثلاث دراهم الخزامة ثلاث دراهم السنوش ثلاث دراهم الشبة ثلاث دراهم هذه خمس دراهم الشبة ثلاث دراهم ومع خمس دراهم الملحة ديال حجر ملحة حجر الصخرية إذن هذه تفك التقاف تفك السحر تفك الإنسان اللي مربوط على العمل الناس اللي مربوطين على الزواج الناس اللي عندهم السحر المرشوش الناس اللي عندهم خصامات في البيت الناس اللي دائما منحوسين وما عندهمش الخاطر في البيت دائما عندهم عراكات في المنزل قلة البركة دائما البركة قليلة في البيت إذن أول وصفة معنا هي بالملحة الصخرية كيفاش غندير هذه الملحة الصخرية كيفاش غني نخدم بها نقدر ما عنديش هاد الوصفات ولكن عندي غير الملحة الصخرية كيفاش نحيط تقاف من بيتي ونحيط السحر المرشوش كيفاش نحيط طاقة اللي تخطيتها إما في طريقي من البيت إلى من خارج البيت أو داخل البيت في ممر البيت إذن كيني الناس اللي تيرشو السحر في ممر البيت إذن السحر المرشوش تأثر على القدمين تأثر على الراس تأثر على الكتفين تدير توقيف الحال ولكن سبحان الله العظيم بحرف من القرآن يبطل السحر ولا يفلح السحر حيث أتى ولا يفلح السحر حيث أتى إذن السحر معمره يفلح معمره يوصل المبتغى دياله لأن الله هو الجبار هو القوي هو اللي تيرطل بحرف من القرآن لأن القرآن وكلام الله سبحان الله تيرطل السحر ولكن فهاتشي كله خاصنا اليقين اليقين لما كانش عندك يقين ما عندك والو إذا تيقنت بأن كلام الله هو اللي غدي بطلق ولكن هذي غير عشفة من العشوب ديالله اللي خلقها باشتحيدي الطاقة السلبية إذن غادي ناخد هاد هاد الملحة وغادي ندورها على الزواية البيت الزواية هي كل ركن في البيت كل ركن في البيت غادي نحيد طاقة السلبية أشنو خاصني نقرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى كل ركن وغادي نقرأ معها صورة الزلزلة ولا يفلح الساحر حيث أتى وغادي إن شاء الله نقرأ صورة الزلزلة وغادي نقول اللهم الزلزل جميع العوارد بحق محمد وآل محمد إن كان سحر أو كان عين أو كان حسد وإن كان توقف الحال اللهم اطلع عنا جميع التوابع غادي نحط ليلة كاملة حتى العتبة على يمين العتبة يمين العتبة إن شاء الله بحول الله وقوتها نخليها ليلة كاملة والصباح أشنو خاسنين دي لها غادي نوضعها فوق البوطة أو فوق المجمر حتى الترطق لابد تحطي عليها الكسكاس باش أن هاي للترطقات ما تعطيك شدك الشهوب بتحرقك الهدف منها أنها تحيد هذك السحر المجموع اللي كين في البيت أو تخطيتوه أو أنكم غادي تحيدوا بها التوابع إذن غادي ناخد هذك أشلال دي للملحة اللي الترطقات بعد ما الترطق غادي نخويها في واحد سطل الماء هذك سطل الماء هو اللي غادي نرش به البيت مدة أسبوع رش به البيت مدة أسبوع هذك الملحة هتوضعيها في الماء خمسة يطرو أو جوجيطرو ولكن هذك الماء ترشي به العتبة والبيت وكل شيء ترشي إلا المراحل والدوش لا إذن هذي الملحة الصخرية أما الشبا الناس اللي عندهم أولادهم معيونين أو الناس اللي عندهم أولادهم تينوضوا صدع وعندهم حسد غادي ناخد الشبا بحول الله وقواته وناخد السنوج غادي ناخد نهرس هذة الشبا وغادي نبخر أولادي بالسنوج مع الشبا ولكن غادي نقرأ لهم واحد القراءة صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات آية الكرسي ثلاث مرات الكافرون ثلاث مرات وغادي نقرأ هذه الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا إذن عندي خمس أولاد أغنقصمها على خمس قطع نأخذ السنوج حلكة نأخذ ونقرأ ونقرأ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا نعطي للإبني يهز معه شوية السنوج مع الشبا غادي يكون مزيان تحيد منه العين تحيد منه المشاكل الإقرام زيان سبحان الله تكون عندك واحد طاقة مع ولداتك غادي نأخذ المجمر ونبخر أولادي كلهم ونبخر راسي ونبخر الزوج ديالي من العين والحسن ديري قراءة على السنوج مرة واحدة وغادي إن شاء الله بحول الله هذه الآية تقريها تايا سبع مرات أو خمسة أو ثلاثة وغادي تبخري ولداتك وتبخري العتبة وتبخري كل شيء إذن الشبا والشبا والسنوج هي لطرد العين والمشاكل اللي تكونوا في البيض أما الخزامة للرزق الناس اللي عندهم توقيف الحال في الرزق الناس اللي عندهم مشاكل في الرزق الناس اللي عندهم دائما محسودين في رزقهم دائما عندهم قلة البركة دائما عندهم اللغة في الرزق دائما ما عندهمش البركة في المال. إذن هننقرأ اسم الفتاح الوهاب. الفتاح الوهاب. يا فتاح يا وهاب. يا فتاح يا وهاب. يا فتاح مئة مرة. يا فتاح. يا وهاب. مرة واحدة. إذن مئة مرة. غ paranقول يا فتاح يا وهاب على نية ربي وهبك. رزق ويفتح لك في نصيبك. تقدري تضيفي اسم الرزاق. يا فتاح يا فتاح يا وهاب يا رزاق وغادي تقري صورة الواقعة على الخزامة على الخزامة الزرقاء الخزامة الزرقاء لطاقسها لا يعلمها إلا الله طاقسها زوينة تسحيد نحس والطرد التوابع سبحان الله إذن هذا البخور دي الخزامة معاش غادي نتبخر به نتبخر به مع العصر العصر دائماً لخزامة مع العصر إذن غادي ندير واحد المقلات وغادي نضيف لها أم الناس ناس اللي عندهم أم الناس رائعة مع الخزامة تسحيد النحس وتترد التوابع إذن نحاول ناخد أم الناس خمس دراهم خمسة دراهم دي الخزامة نضيف لها القرنفل قاعد رائحة طيبة تصلح للعمار وغادي نضيف لها صورة الواقعة مرة واحدة مع القراءة اللي عضيتكم وغادي مع اسماء الله الحسن اللي عضيتكم يا فتاح يا وهان يا رزاق مئة مرة وغادي إن شاء الله مبخر مدة أسبوع وقت مسالة ديك الخزامة أسبوع مدة عشر أيام مهم بخروا الخزامة تتخلي رائحة طيبة في البيت تتخلي سبحان الله الهدوء في البيت وتكون عندكم السكينة وتكون عندكم وحد طاقة إيجابية سبحان الله لا يعلمها إلا الله إذن الخزامة للرزق الشبة والسنوج للعين أو لا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح الساحر حيث أتى صورة الزلزلة في كل زاوية نحطها على المجمر ديال البوطة ونخليها الترتق أو نحطها على المجمر ونحاول أنها نجمع ذلك الأشلال ديالها ونحطها في الماء بعدما أن هذا الماء نحط لهذه الملحة نقرش البيت مدة أسبوع على نية إبطال السحر المرشوش أو السحر اللي تديره الإنسان باشي شتريه لعش دياله أو يفارقه لعش دياله أو أنه ينوت صداع المشاكل إذن الملحة الصخرية مع القراءة صورة الزلزلة صورة الزلزلة تزلزل ذميع التوابع نخليها ليلة كاملة حتى العتبة والصباح نبطل بها السحر المعمول حتى الناس اللي عندهم عندهم توقيف الحال يترتقوها تحت منهم سبحان الله يقرؤوا على نفس القراءة ويدوروها على الجسد ديالهم ومن بعد يحطوها فوق البوطة يخليها تحت رأسه ليلة كاملة ومن بعد إن شاء الله يحطها فوق البوطة حتى ترتق ومن بعد يديرها بسطل ويعوم بها يتشلل بها ومن بعد يجمع ذاك الماء لابد تجمعوا في إناء في وعاء كبير ومن بعد تلوح ذاك الماء خارج المنزل إذن الناس اللي عندهم المشاكل في البيت لابد يديروا هات الوصفات لأن الناس اللي تديروا السحر لا يفلحون حرف من القرآن يبطل السحر ولو يتجمعوا الإنس والجين يدروق ما هما بيدارين إلا بإذن الله إذن أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى ربي عونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون ومعين في كل الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته